لم يتساهل محمد بن سلمان يوماً مع أي تهديد لصعوده إلى عرش المملكة اعتقل وضع تحت الإقامة الجبرية حكم بالسجن المؤبد كل منافس محتمل له على السلطة منذ تعيينه ولياً للعهد الأميراني محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز أقوى منافسين لابن سلمان على السلطة وأسوأ كوابيسه حاول إبعادهما عن طريقه بكل الطرق الممكنة بدأ بوضعهما تحت الإقامة الجبرية وصولاً إلى الحكم عليهما بالسجن مدى الحياة ولم تنتهي إجراءات ولي العهد السعودي عند هذا الحد إذ نقل المحامي الدولي محمود رفعت عن مصدر وصفه بالموثوق به أن أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف نقل إلى سجن في الصحراء تمهيداً لإمكانية إعدامهما لا يخفي ولي العهد السعودي قلقه من رحيل حليفه دونالد ترامب عن البيت الأبيض وهو يعلم جيداً أن علاقته مع الرئيس المنتخب جو بايدن لن تكون بالمستوى نفسه من الانتجام وأن الأخيرة لن يتغاضى عن سجله الأسود في مجال حقوق الإنسان إجراءاته ضد محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز لربما تحمل طابعاً استباقياً في وجه أي محاولة لإدارة بايدن إيجاد بديل له على رأس السعودية إجراءاته تصب فيما نقلته سابقاً صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية عن أن ولي العهد السعودي مقتنع بنية الـ CIA تصفيته سياسياً وإعادة ولي العهد المقرب منها محمد بن نايف رابطة تحليلها بكلام سابق لبيدن خلال حملته الانتخابية بشأن نيته إعادة زقويم العلاقات الأمريكية السعودية فور تسلمه الرئاسة